بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متابعينا في قناة درس خصوصي أهلا وسهلا مع حضرتكم إن شاء الله هنبتدي مع بعض منهج كونيكت للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي التاني عندنا theme 3 my society الموضوع الثالث my society my society يعني مجتمعي unit 7 بتتكلم عن this is where i live this is where i live هذا المكان الذي عيش فيه listen one بيتكلم عن نهر النيل the nail the nail the nail the nail نهر النيل listen one مفهوش اي grammar هو عبارة عن vocabulary بس ومعظمهم تقريبا متكرر يعني عد علينا قبل كده نبتدي مع الكلمات بتاع الدرس the nail the nail the nail the nail the nail نهر النيل the nail the nail the nail النيل بعدها على اليمين building 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 يعني مبنى building تحتها city 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 يعني مدينة مدينة desert 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 اللي هي الصحراء بعدها forest ودي عدت علينا في منهج science forest forest يعني غابة p بعدها mountain 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 يعني جبل بالظبط كده بعدها oasis 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 thestars river 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 هو يعني نهر village village فيلج 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 ليها القرية المجتمع الريفي بيقول عليه فيلج كل دول اسمهم different environments different environments بيئات مختلفة بيئات مختلفة رجعهم تاني سريعا the nile building building مبنى city city مدينة desert desert صحراء forest forest غابة mountain mountain جبل oasis oasis واحة river river نهر village قرية village قرية مدينة بعدها بيقول لي important expressions and propositions important expressions and propositions يعني مصطلحات أو تعبيرات وحروف جر أهم important expressions and prepositions بنبدأ من على الشمال the longest the longest the longest the longest اللي هو الأطول دي جات من أصل الصفة long بس لقى اللي بليسويت long 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 يعني طويل بالظبط كده long يعني طويل عايزين نراجع معلومة الصفات دي برضو عدت عينا قبل كده الشكل التاني للصفة ده أصل الصفة الصفة long 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 اللي هو طويل الشكل التاني للصفة لما يكون بقارن حكتين اتنين ببعض بقول ايه حاجة أطول من حاجة ها نراجع معلوماتنا بالظبط كده longer than longer than longer than longer than يعني أطول من longer than يعني أطول من ده في حالة انه بقارن حكتين ببعض طب the longest دي ايه ده الشكل التالت للصفة الشكل التالت للصفة اللي هو لما يكون بقارن أكتر من حاجة ببعض فبقول the longest the longest دي موجودة معنا في الدرس عشان موضوع نهر النيل فبقول النهر النيل هو أطول نهر في العالم العالم فيه نهر كتير بقارنهم كلهم ببعض أطول نهر ايه نهر النيل يبقى the longest نهر النيل يبقى the longest river in the world نهر النيل هو أطول نهر في العالم الأطول يبقى the longest هو الأطول تحتها في travel to travel to travel to يعني يسافر إلى أصل الفرب travel travel وفيه حرف جرر to يبقى travel to يسافر إلى فيه تحت عندي home for home for home for يعني مسكن لي أو مأوى لي مكان بيكون مناسب للمعيشة اللي حاجة معينة بقى home for مسكن لكذا أو مأوى لكذا تحتها which of which أداة استفهام عادية اللي هو أي which of أي من أي من which of which of أي من نطلع فوق the shortest the shortest زي اللقصاتها بالضبط الشكل الثالث للصفة قص الصفة ايه؟ short 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 يعني قصير طيب أقصر من؟ لو هقرن حكتين بس بعض shorter than طيب الأقصر على الإطلاق the shortest the shortest the shortest طب أخد بالي بقى من حاجة مهمة في موضوع short و long في المقارنة في الأقصر وفي الأطول long لما أكون بكلم عن طول الأشياء مش الأشخاص مقدرش أقول أحمد is longer than طول فعلا طول مظبوط كده طول هو الطول للإنسان أو للأشخاص لكن long للأشياء أو للمسافات short بقى بتمشي كده وكده أقول أحمد is shorter than علي؟ أحمد أقصر من علي أو المسافة مثلاً من القاهرة للإسكندرية أقصر من shorter than اللي بتنفع للمسافات وللأشياء وللأشخاص يبقى أخذ بالي من long وطول الفرق بين long وطول الإكسبروشن اللي بعده the center of the earth the center of the earth the center of the earth اللي هو مركز الأرض the center of the earth مركز الأرض live in live in live in live in يعيش في live in يعيش في verb live يعيش live in يعيش في آخر حاجة عندي kinds of kinds of kinds of kinds of أنواع من kinds of أنواع من عندي تحتها مديني معلومتين كده بستفيد منهم برضو كلمات كلمات did you know هل تعلم بيقول إيبا the nail the nail is home for مسكن ليه أو مأوى ليه اللي لسه ماخدنا فوق في الجدول the nail is home for different kinds of fish different مختلف different يعني مختلف different إيبا kinds of fish different kinds of fish يعني أنواع مختلفة من الأسماك إيه كمان بيردس 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 طيور and تيرتلز 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 سلاحف سلاحف يبقى the nail is home for different kinds of fish بيردس and تيرتلز النيل هو مأوى لأنواع مختلفة من الأسماك والطيور والسلاحف one of يعني واحد من one of one of one of the planet's largest reptiles أخد بالي من الكلمات الجديدة بتتكتب وبتتحفظ كويس وبكتبها بالورا والألم مرة واثنين وعشرة لغاية محفظها واكتبها صح مبقاش فيها غلطة واحدة طيب one of the planet's largest reptiles واحد من planets كوكب planet's كوكب planet's largest reptiles طب ايه planet's وفيه apostroph s ملكية ايه بقى ملك الكوكب planet's اللي جاي بعده largest reptiles 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 اللي هي الزواحف one of the planet's largest reptiles واحد من اكبر زواحف الكوكب ايه بقى مين هو the nail crocodile live in it the nail crocodile تمساح النيل lives in it lives in it lives مش live the nail crocodile lives in it ليه lives لانه ده present continuous tense زمن آسف present simple tense زمن مضارع بسيط وده تمساح مفرط غير عاقل اللي هو it فبحط lives يبقى one of the planet's largest reptiles the nail crocodile lives in it واحد من اكبر زواحف الكوكب اللي هو تمساح النيل بيعيش فيه can you guess how long the nail crocodile is can you guess can you guess تقدر تخمن how long the nail crocodile is كم يبلغ طول تمساح النيل خمن هي جاية في الصفحة اللي بعدها المعلومة اللي بعدها did you know هل تعلم that the world capital of cats in Romania has a cat population that is four times larger than the human population يعني ايه من الاول the world capital 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 ايه capital عاصمة capital عاصمة يعني اقول Cairo is the capital of Egypt كايرو is the capital of Egypt يعني القاهرة هي عاصمة مصر يبقى the world capital of cats عاصمة العالم للقطة in Romania in Romania رومانيا دي بلد تابع الاتحاد الأوروبي يبقى the world capital of cats in Romania مالها has a cat population cat population population يعني ايه تعداد population يعني تعداد هزا كان population فيها تعداد للقطة that is four times larger than the human population that is بيكون four times اربع مرات larger than the human population اربع مرات اكتر من تعداد البشر البشر human population لو تعداد السكان او تعداد البشر يبقى did you know that the world capital of cats in Romania has a cat population that is four times larger than the human population واخد بالي من larger than larger than أكبر من larger than أكبر من صفحة اللي بعدها بيقول لي ask and answer ask and answer اسأل ويجاوب بخيال محاسة بين اثنين صحاب الاول بيسأل what do you know about the Nile 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 ماذا تعرف او ماذا تعرفين عن نهر النيل ردت عليه قالت له the Nile the Nile is the longest river in the world the Nile the longest river in the world النيل هو أطول نهر في العالم قلنا the Nile is السقطة دي والغلطة دي بتقع فيها ناس كتير يقولك the Nile the longest the Nile is النيل يكون the Nile is احمد is Egypt is لازم احط verb to be يكون the Nile is طب لو جمع لو جمع my friend is are my friend is are مقولش is لانهم جمع بتاخد are كل ده عد علينا اي حاجة بتيجي كده في سكتنا بنرجعها مع بعض بنرجع معلومتنا عشان ما ننساش ابقى ردت قالت له هو بيسألها بيقولها what do you know about the Nile ماذا تعرفين عن نهر النيل قالت له the Nile is the longest river in the world نهر النيل هو اطول نهر في العالم بتكمل معلوماتها بتقول له the Nile is about the Nile is برضو is the Nile is مقدرش اقول the Nile about غلط the Nile is about النيل بيكون حوالي about يعني حوالي 6,670 كيلومتر long يبقى the Nile is about 6,670 كيلومتر long نهر النيل بيبلغ طوله 6,670 كيلومتر متر that's like traveling to the center of the earth that's like هذا يشبه أو ده حاجة زي that's like traveling to the center of the earth يشبه السفر إلى مركز الأرض يعني المسافة دي بتيجي حوالي منتصف الكرة الأرضية مركز الأرض جوه بعدها واحدة بتسأل how many branches does the Nile have in Egypt how many branches does the Nile have in Egypt يعني branches branches يعني فروع branch 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 فرع تطلق على الفرع المجرى المائي لنهر النيل المتفرع منه بقول عليه فرع فرع الشجرة branch فرع الشركة أو مقر بنك أو مصنع أو 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 برضو بقول عليه branch يبقى branch 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 يعني فرع فرع كلمة شاملة ومهمة how many branches does the Nile have in Egypt how many branches does the Nile have in Egypt كم عدد فروع نهر النيل في مصر how many branches does the Nile have in Egypt كم عدد فروع نهر النيل في مصر there are two branches in Egypt 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 إنه في فرعين لنهر النيل في مصر لهم فرع دميات وفرع رشيد أخذ بالنقل there are ما قالش there is there are لأنهم two branches دول جمع plural there are two branches in Egypt there are two branches in Egypt طب هو لو فرع واحدة there is one branch لأقف حاجة تانية يعني في مقر في شركة في مصر there is one branch there is one branch طب هنا اثنين هقول there are two branches in Egypt there are two branches in Egypt في فرعين للنيل في مصر بعدها بتسأل how long is the Nile Crocodile how long is the Nile Crocodile كم يبلغ طول تمساح النيل how long how long كم للطول is the Nile Crocodile كم يبلغ طول تمساح النيل it's about four meters long it's about it's about four meters long طوله بيبلغ حوالي أربع أمطار هو الدرس سهل وبسيط ومفوش حاجة إن شاء الله يعني كده الدرس ده قريبا خلص هو خلص فعلا مش تقريبا بقي لي بس الأكتيفتيز الأنشطة أسئلة بسيطة كده على الدرس راجع بها معلوماتنا أول حاجة بيقول لي read the text with the word is in the books اقرأ وكمل القطعة من الكلمات اللي موجودة عندك في البوكس مديني أربع كلمات وثلاث فراغات three spaces كلمات branches branches كل طبعا عدي علينا ما فيش حاجة جديدة branches يعني فروع fish fish earth earth oasis oasis طيب نبدأ نقرأ the night the night the night is the longest river in the world نهر النيل هو نهر الأطول في العالم it's about it's about اقول it's about or it is about زي ما تحب بس ها مكتوبة it is about ممكن اشيل اللي is وحط أبسطر في it's about مش ها تفرد it's about it's about six thousand six hundred seventy كيلومتر long يبلغ طوله حوالي 6670 كيلومتر that's like traveling to the center of the naut that's like هذا يجب traveling to the center of the naut هذا يجب السفر الى مركز naut مركز ايه با branches fish earth oasis هدي لك مجال تفكر ولازم تجاوب قبلي لازم تحل قبلي ها لسا اغضينا that's like traveling to the center of the earth the earth that's like traveling to the center of the earth هذا يجب السفر الى مركز الكرة الارضية the nile has to naut in egypt has to branches fish ولا waces earth خلاص اخذناها عندي ثلاث كلمات يبقى the nile has two branches in egypt the nile has two branches in egypt نهر النيل له فرعين في مصر it's home for it's home for it's home for the nile 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 is the longest river in the world number two number two we cannot travel we can't or we cannot travel as you like زه متحبت قولها قولها we cannot travel not the center of the earth we cannot travel we cannot travel travel to we cannot travel to travel to travel to to we cannot travel to the center of the earth we cannot travel to the nile the nile has the nile has number three the nile has no branches in egypt the nile has two branches in egypt the nile has two branches in egypt 4. The Nile is home. Not different kinds of fish. 5. The Nile is home. Not different kinds of fish. 6. The Nile is home. For. 7. Home. For. 7. Masken أو مأوى للعديد من الأسماك. 5. There is a lot of sand in there. 6. There is a lot of sand in there. 7. The Nile is a lot of sand in Rhi工作 7. Sea. or desert. 7. The Nile is one of waters in ally. 7. A 8. Crocodile is—Crocodile 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 is —Crocodile is—Crocodile is. التماسيح بتكون حشرات زواحف ولا طيور من أكبر الزواحف على الكوكب قرية مدينة والصحراء يعني بيئات مختلفة السؤال اللي بعده ريدا ماتش ريدا ماتش اقرأ ووصل نمبر وان دانايل ايز دانايل ايز وعندي أربع اختيارات دانايل黑 ارى الاختيارات كده سريعا واركز معايا وحاول تجاوب قبل مع يا دانايل دانايل ايز دانايل الا لجابة صحيحة دانايل دانايل ايز نهر النيل يعد أطول أنهار العالم نهر النيل يكون حوالي حوالي بعدها رقم المفروض يعني حوالي 6670 كيلو متر أخذ بالي بس أول نقطين قال لي لازم إز لازم إز لأكد م Lum X لازم إز لازم الدنائل يكون نهر النيل يشة لازم إز لازم إز لازم مفروض نطبق الس twins النيل يعطي لازم إز start فرعيم في مصر نمبر 4 والأخيرة The Nile Crocodile is one of The Nile Crocodile تمسح النيل is one of لا يوجد غيرها The planet's largest reptiles The Nile Crocodile is one of the planet's largest reptiles من أكبر زوايا الكوكه سؤال اللي بعده We ordered the word is to make correct sentences We ordered the word is to make correct sentences أعد ترتيب الجمل الكلمات آسف لتكوين جملة صحيحة نمبر 1 مديني كلمات the word is the Nile The Nile يقول لي ابدأ ب The Nile هبدأ ب The Nile The Nile مفرد غير عاقل في زمن present simple tense The Nile is The Nile is The Nile is نهر النيل يكون الصفة الغالبة على نهر النيل اللي نتكلم في طول الدرس The Nile is the longest الأطول The Nile is the longest نهر النيل محيط نهر The Nile is the longest نهر النيل أطول نهر في العالم The Nile The Nile is the longest The Nile is the longest The Nile is the longest التماسيح تكون كروكوديلز هذا كلام مفهوش نقاش دي قعدة قعدة سبتة دنايل إز أحمد إز كروكوديلز التماسيح تكون الصفة الموجودة في التماسيح اللي خدناها في الدرس هي كبيرة كبيرة فين لارج؟ كروكوديلز أقول لارجست على طول يبقى كروكوديلز لأن انا بقول الأكبر باللغة العربية التعريف يبقى بتكون الأكبر كروكوديلز زواحف أكبر الزواحف كروكوديلز ثلاثة طويلة سهلة لكن ليس صعبة بديني كلمات كروكوديلز كروكوديلز بيقول لي ابدأ بـ كروكوديلز 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 ها وميني برانش يد validated هاو مني ايجي بعدها حاجة Air هاو مني برانشز كم عدد فروع الفروع دي بتعود على مين على نهر النيل طيب هحط فيرب مساعد طبعا لازم هحط فعلي مساعد نهر النيل ده مفرد غير عاقل ياخد How many branches does How many branches does مين هو بقى مين بكلم عن مين عن النيل How many branches does The Nile How many branches does The Nile يمتلك How many branches قلت كم عدد فروع التي يمتلك نهر النيل هو بالعرب How many branches does The Nile Does The Nile Have يمتلك In Egypt How many branches does The Nile Have In Egypt كم عدد الفروع التي يمتلكها نهر النيل Number four Long How Crocodile Is The Nile وبيقول لي ابدأ بهاو هاو يعني كيفة كيفة صيغة السؤال ما يعني ما فيهاش ما ينفعش فيها كيفة How Long How Long How Long How long كم طول How long How long عايز احط فيرب ومساعد How long is How long is How long is the Nile Crocodile How long is the Nile Crocodile كم يبلغ طول تمساح النيل وبحط الـ وفي نمبر ثري برضو فيه كويسشن مارك لانه ده سؤال ما نساش ان احط كويسشن مارك How long is the Nile Crocodile كم يبلغ طول تمساح النيل Number five Bank tuition عندي Number five و six Bank tuition والبراجراف دول سؤالين اساسيين سابتين في الامتحان والمفروض انه هم درجة مضمونة يعني ما ينفعش ما ينفعش اخلص فيهم ما ينفعش اخسر فيهم ولا ربع درجة حرام ده حاجة سهلة جدا Bank tuition the following sentence ضع علامات الترقيم للجملة الاتية بيقول لي Which of these rivers is the Nile Which of these rivers in the Nile قاعدة سابتة في الترقيم في البنك tuition اول كلمة في الجملة Capital ده موضوع وانت مغمط يبقى كلمة which هتبدأ ب W Capital which هتبدأ بW Capital الموضوع ده قبل ما سيبها عشان منساش which في جملة بدأ بW which اي اداة استفهام Question Word يبقى الجملة بتنتهي بايه The question mark بعلامة استفهام ادي تاني حاجة برضو انت مغمط الجملة بتبتدي بكلمة حرف Capital قاعدة سابتة وبتنتهي بFull Stop نقطة او Question mark او علامة استفهام على حسب هيا دي جملة عادية ولا سؤال انا عندي الجملة بتبتدي بW يبقى حط Question mark وانا مغمط يبقى which which بتحط لها W Capital وبحط في الاخر Question mark طيب بقى الجملة which of حرف جر these اسم اشارة reverse انهار اسم عالم اسم عادي اسف is the verb مساعد the nail the nail the nail بس هي اللي هعملها الان Capital لان ده اسم مكان place يبقى انا عندي في الجملة دي كلها تلات علامات ترخيمة حطهم ببدأ الكلمة ببدأ الجملة بكلمة Capital وانا مغمط بنهي بعلامة استفهام برضو انا مغمط مع اندي جر كلمة nail سهلة جدا يعني which of this river is the nail ايام من هذي الانهر هو نهر النيل اللي بعده الparagraph write a paragraph of 18 words about اكتب بارا جراف في 18 كلمة عن ايبا عن the nail طيب هو مديني guiding words مديني guiding words يعني كلمات ارشادية مديني كم كلمة longest 6670 long مديني two branches مديني home four لو عديتهم اتلاقيهم 1 2 3 4 5 6 7 حوالي 7 8 كلمات بالرقم 6 670 هو عايز 18 يعني انا مطلوب مني 10 11 كلمة موضوع سهل اوي يعني مينفعش اضيعهم من ايدي هبدأ اخدهم بتفس التختيب اللي هم الدهولي الكلمة وحطها في جملة الكلمات اللي هم الدهولي لازم اشغلها بيساهل علي وبيساهل علي فانا ما صعبش الموضوع على نفسي هبدأ بالعنوان في الاول هحط العنوان the nail وانزل تحت ابدأ بكلمة ايه بقى the nail هو البراجراف كله عن الني هبدأ اتكلم عن الني يبقى the nail اول حاجة هقول the nail the nail the nail is مفرد غير عاقل بكلم في present simple tense بيجي بعده ايه فكروا رد بسرعة the nail is الني يكون the nail is طب ايه كلمة اللي هم الدهولي longest اكبر او اطول يعني ولا بقول الاطول الاطول the longest يبقى the nail is the longest longest ايه نهر النيل ده ايه النيل ده ايه نهر يبقى the nail is the longest river river in the world the nail is the longest river in the world نهر النيل هو اطول انهار العالم فصلة ادي جملة واشتغلت استعملت كلمة من هو مدهم لي بعدها مديني 6670 كيلومتر 6670 كيلومتر long طول 6670 كيلومتر خد بالي من حاجة مهمة بقى هبدأ جملة جديدة احنا متكلم عن النيل ما قلش the nail تاني دي هتتحس بغلطة عليك the nail تاني كده غلط باشيلها واحط brunoun ضمير ضمير ال nail ال nail هشيله واحط ايه لسه ايل the nail مفرد غير عاقل مفرد غير عاقل باشيله واحط brunoun it it مظبوط كده it it بيجي بعدها ايه يكون ها اساسي برضو زي ما قلت the nail فوق ها قلت ايه the nail ايه is انا شيلت بس nail بس وحطت مكانة it يبقى it is احط it is او it تبقى it it is او it ده حاجة برحتي هقول it 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 عايدة على نهر الني it's about it's about حوالي 6,670 كيلومتر long محطتش حاجة من عند غير it's about it's about خلصة الجملة it's about 6,670 كيلومتر long ويابل طوله حوالي 6,670 كيلومتر فصلة جملة جديدة الكلمة اللي عندي بعد كده two branches two branches فرعين 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 دول بتوع مين بتوع النيل انا بتكلم عن النيل بش احط زنايل مش احط زنايل تاني زنايل باشي لو احط مكان ابروناون ايه it it هو يمتلك ترجمة حرفية هي هو يمتلك هو عنده it اقول ايه it it have غلط it has it بتاخد has انا بتكلم عن نهر النيل مفرد غير عاقل شلت النيل وحطيت it يمتلك verb to have it بتاخد has ما بتاخد has it has ه بديني two branches it has two branches in ايجبت انا حطيت it has و in ايجبت كملت الجملة it has two branches in ايجبت هو له فرعين في مصر فصلة اخر كلمة بده هلي home for home for مأوالي النيل ما فيش حاجة جديدة هشيلها وحط it هو يكون it is it's home for it's home for it's home for ايبا different kinds of fish it's home for it's home for different kind of fish هو مأوى او ما سكان لانواع مختلفة من الاسماك سهلا 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 وحرام اغلط فيها وحرام تضيع مني درجة في حاجات مجمونا زي كده كده بكده خلصنا الاسماك درس الاول خدنا عليه exercise كل مطلوب سنقرأ تاني تفرج على الفيديو تاني كمان مرة اقرأ الكلمات الجديدة اكتبها بالورقة والألم مرة واثنين وعشرة لغاية ما كتبها صح بالتوفيق ويا رب يكون سهل يا رب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا